يزرع نبات إكليل الجبل لاستخدامه في الطبخ والاستعماله كعشبة طبية وأيضا لجماله نبات إكليل الجبل نبات دائم الخضرة له زهور زرقاء أو بيضاء وردية تظهر في الربيع هذا النبات لا يتحمل البرودة العالية لكن يمكن زراعته في أصص وإدخاله إلى المنزل في الشتاء ترجمة اسمه اللاتيني هي ندى البحر نبتة إكليل الجبل لا تتطلب عناية كبيرة لكن هناك ثلاث عناصر رئيسية تحتاجها لنجاح زراعة إكليل الجبل وهي الشمس التصريف الجيد والتهوية الجيدة للنبات إذا كنت تعيش في منطقة لا تعاني من الصقيع في الشتاء يمكنك أن تزرع إكليل الجبل في أرض الحديقة وسوف تنمو لتصبح شجيرة كثيفة الأوراق في أرض الحديقة لتحصل على نبتة روزميري صحية إزرعها في التربة الرملية أو أي تربة نفاذيتها جيدة يجب أن تتعرض الروزميري من 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس يوميا نبتة الروزميري لا تحتاج إلى تربة غنية جدا بالمغذيات لكن سمدها في الربيع لتحصل على نبتة صحية جميلة خلال الموسم عند هبوط درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية أدخل نبتتك إلى الداخل في الشتاء لكن تحتاج أيضا في الداخل من 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس لذلك ربما تحتاج إلى أضواء فلورسنت لإبقائها بصحة جيدة في الداخل حتى إذا كانت في مكان بارد في الداخل فالمهم هو الضوء بالنسبة لها بالنسبة لإصابات الروزميري قد تصاب بالبياض الدقيقي بسبب الرطوبة وسوء تهوية النبات هذه الإصابة لن تؤدي إلى موتها لكن ستضعفها أبقي الرطوبة حول النبتة قليلة وذلك بترك التربة جف بين الريات غير أصيص الروزميري أو إكليل الجبل مرة كل سنة في الربيع لكن إذا أردت أن تغير الأصيص في أي وقت من السنة فلا بأس بهذا وأيضا إذا لحفت بأن الجذور نمت فظهرت من أسفل الإناء من الثقوب وإذا شعرت بأنها لا تحصل على كفايتها من الماء الذي تسقيها إياه قم بتغيير أصيصها لتتحسن وتصبح بشكل أفضل بالنسبة لأكثر نبتة الروزميري قم بقص غصن بطول 2 إنش من نبات الروزميري من النموات الجديدة الغضة ويجب أن يكون من النموات الجديدة الغضة كي ينجح معك تعقيل النبتة وكي تنمو الجذور بشكل سليم وكي يكون لديك نمو رائع للمجموع الجذري هناك نقطة يجب أن تنتبه إليها عند الإكثار وهي كلما كانت العقلة التي تأخذها أقصر كلما كان أفضل لذلك طول 2 إنش للعقلة مناسب جدا العقلة الطويلة ربما لا تنجح وربما تكون جذورها قليلة جدا بعد أن تقص النمو الغض من رؤوس النباتات أزل الأوراق من أسفل العقلة واغمسها في هرمون التجذير إذا أحببت ثم أغرس العقل في أصيص به تربة قمت بسقايتها مسبقا يفضل أن تكون التربة جيدة التصريف وخفيفة مثل خليط من البيتموس مع الرمل أو البرلايت أفضل وقت لتعقيل الرزماري هو عندما تلاحظ أن هناك نموات جديدة وغضة على قمم الأغصان ويكون ذلك في الربيع والصيف ضع الأصيص في مكان دافئ بعيد عن أشعة الشمس المباشرة رش العقل يوميا بالرذاذ وتأكد بأن التربة لا تجف بعد مرور أسبوعين أو ثلاث أسابيع افحص نمو الجذور بهز العقلة بلطف فورا نمو الجذور أنقل العقل في أصص منفردة قص القمة العليا لكل عقلة كي تحفز نمو الأفرع ابدأ بالاعتناء بنبتتك بشكل طبيعي يمكن أيضا أن تقوم بوضع النبتة في الماء حتى تنمو الجذور وبعد ذلك تقوم بنقلها إلى أصص منفصلة ترجمة نانسي قنقر